بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المشاهدون هناك تساؤلات كثيرة عن الفتوى واختلاف المفتين وهل من الممكن أن تتوحد الآراء حول قضية ما عندما يستفت المفتون عنها وكيف نحصل على فتوى واحدة عن صادرة عن عدد من المفتين الدراسات الشرعية واللغوية وأقول اللغوية لأن دراسة اللغة هامة جدا فلا يستطيع الإنسان أن يفهم الكتاب والسنة إذا لم يكن ضليعا في علوم اللغة وأي إنسان يحاول أن يجتهد ويفسر نصوص الكتاب والسنة على ضعفه في علوم اللغة وخاصة علم النحو والبلاغ مثلا فإنه يتكلم في شيء لا يحسنه عندنا مشكلة هي أن الدراسات الشرعية تمشي في غالبها على طريقة نمطية يتعلم التلميذ فيها من شيوخه أن يقرأ ويفهم ويحفظ ويمشي وليست الدراسة في معظمها قائمة على طرح التساؤلات ومحاولة الإجابة قد نصل لحل قد نرجع الحل إلى الدرس القادم نتساءل هل هذه الآية تفسيرها هو فعلا كما قلنا الآن هل هذا الحديث النبوي الشريف ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هل هذه المسألة الفقهية مجمع عليها بين آئمة الاجتهاد أو حصل اختلاف ترى كيف استدلوا وكيف ناقشوها وكيف يمكن لنا نحن اليوم أن نختار من أقوال الآئمة المجتهدين ما هو أقرب إلى روح الشريعة مع الأخذ بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يوصلنا لحل المشكلات الواقعة اليوم نحن اليوم في عصر ليس كالعصور السالفة التي مشى فيها المسلمون ودرجوا عبر قرون طويلة على ما نشأ عليه آباؤهم وأجدادهم دون أن تكون هناك البواعث على التجديد وعلى التساؤل اليوم انفتح العالم وانفتحت العلوم على بعضها وحققت المخطوطات وظهرت الكتب التي كانت مدفونة في زوايا الإهمال في المكتبات التي تجمع المخطوطات وصارت كلها ظاهرة أمام كل إنسان ترى هل نستطيع اليوم أن نستمر على ما كان قد سلف عليه آباؤنا وأجدادنا أم إن الواقع أصبح يفرض علينا أمرا جديدا لابد من معالجته في ضوء الانفجار العلمي الذي حصل في هذه الأزمان الأئمة القدامى في كل العلوم الشرعية واللغوية أسهموا إسهامات كبيرة وممتازة وطيبة في كل العلوم واجتهدوا وبذلوا أقصى ما عندهم من جهد والذي وقع بعدهم هو أن الذين جاءوا من بعدهم نظروا إليهم نظرة تقدير كبير جدا جدا حتى إنها قد وصلت في بعض الحالات إلى درجة التقديس وتجاوزت التقدير والذي ينبغي لنا هو أن نقدر أئمتنا وعلماءنا وجهودهم ولكن لا ينبغي أن يصل تقديرنا لهم إلى مرحلة التقديس فالتقديس هو للنص المقدس أما فهم العلماء فهي خاضعة للأخذ والرد والاجتهاد وللدليل ولمناقشة الاستدلال وهكذا عندما جاء الذين من بعدهم ونظروا إلى ما أسلفوا من جهد نظرة تقدير متجاوزة لحد التقدير حصل هناك نوع من الجمود على تلك المصادر فأخذ العلماء اللاحقون ما كتب العلماء السالفون وجمعوه واختصروه ثم عملوا شروحا للمختصرات ثم عملوا منظومات علمية الألفية في النحو الألفية في علوم الحديث إلى غير ذلك ثم شرحت المنظومات ثم كتبت الشروح على الحواشي ثم كتبت تقريرات على تلك الحواشي إذن ما الذي عملناه خلال هذه الفترة الذي حصل هو أنه نكرر المعلومات نفسها دون أن نلتفت إلى موضوع التجديد أين يقع التجديد؟ التجديد هو في المراجعة مقابلة أقوال كل عالم بأقوال غيره من أهل العلم ومراجعة الاستدلالات في كتب كل مذهب من المذاهب مع مقارنتها بما كتب من كتب المذاهب الأخرى هذا كله يعطينا ساعة في الأفق ونظرة شمولية في العلم إن طريقة الجمع والاختصار وعمل المنظومة والشرح وكتابة الحواشي والتقريرات لو دام الأمر على هذا المنوال لما وجدنا جديدا ولما وجدنا أي مراجعة في العلم والعلوم كلها التي كتبها أسلافنا الأئمة العظام رحمهم الله تعالى مع كل ثنائنا على علمهم وجهودهم المخلصة لابد أن يقع فيها شيء من الخلل لابد أن تقع فيها بعض الأخطاء ولو كانت جزئية لأن العلماء ليسوا معصومين من الخطأ العسمة هي للأنبياء والمرسلين فقط عليهم صلوات ربي وسلامه عملية النقل بدون مراجعة وبدون فكرة للتجديد وبدون خطة للتجديد توقعنا في مسألة ممكن أن نأتي عليها بمثال وننظر إليها بكل سهولة وبساطة ننظر إلى تراثنا مثلا في علوم الطب كالقانون لابن سينة والتذكرة لداود الأنطاكي وغيرهما من مصادر الطب لو أننا عكفنا على تلك المصادر واشتغلنا بها تلخيصا ونظما وشروحا للمنظومات وحواشي وتقريرات لوجدنا أن العلم سيبقى على ما هو عليه وسنقول باب الاجتهاد مقفل وما الجديد الذي سنأتي به وما ترك الأول للآخر من شيء لكن عندما يأتي غيرنا بعقلية وذهنية متفتحة يقول إن باب الاجتهاد مفتوح ويقول كم ترك الأول للآخر فنعمل مراجعات نصحح نقابل نحسن نغير نبدل نطور لكن بمنهجية صادقة مخلصة فنجد أن العلم تطور وأن هناك أشياء جديدة من الممكن أن نصحح أخطاءنا وأن نضيف للعلم العلوم الشرعية هل حصل فيها بعض الجزئيات التي هي قابلة للتصحيح والمناقشة والنقد؟ نعم لو أننا أعدنا النظر في مناهجنا في التفسير والحديث والأصول والفقه ربما لو وجدنا الكثير والجديد لحل كثير من المشكلات التي تراكمت في الكتب القديمة وبقيت يتداولها اللاحقون عن السابقين دون النظر في الحل باعتبار أن باب الاجتهاد مغلق وهذه مشكلة عويصة وقعنا فيها في تاريخنا العلمي لكن لا بد لها من حل أين الحل؟ انتظروا معي قليلا بعد فاصلا قليل الحل هو أن نبذل الجهد وبذل الجهد هو ما يسمى الاجتهاد قد يقول قائل هل الاجتهاد؟ سيقضي على ظاهرة التنوع في الإجابات والفتاوى؟ أقول لا ظاهرة التنوع والاختلاف في بعض الفتاوى والجزئيات ظاهرة صحية ولا بد منها لأنه من شبه المستحيل أن تتفق عقول العلماء على حل واحد في كل مشكلة والاختلاف سنة طبيعية من سنن الحياة التي جعلها الله عز وجل في الناس وإذا كان العلم قائما على الاجتهاد فالمجتهد قد يخطئ وإذا حصل خطأ فمن الممكن أن يأتي مجتهد آخر ويقول لي رأي آخر إذا وقع اختلاف ولكن لو كان عندنا مجامع علمية تأتي بهذه الفتاوى وتحللها وتناقشها من جذورها بأدلتها التفصيلية فإنها حسب ظن ولا شك ستقلل الفجوات بين الاختلافات الفقهية وبين الاختلافات في الفتاوى والإجابات عن كل التساؤلات في علومنا الشرعية إذا فتحنا باب الاجتهاد فينبغي لنا أن نجتهد في كل العلوم حتى في التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وأصول الحديث وغيرها قد يقول لي قائل كيف أقول إن المفسرين في بعض المسائل وقد تجد بعض الجزئيات الموجودة اليوم ولا أريد أن أطيل بضرب الأمثلة إنسان ما يقول لك في هذه المسألة هذه المسألة قائمة على آية من كتاب الله عز وجل وهناك عدة أقوال عن الصحابة والتابعين تقول كذا وكذا في تفسير هذه الآية وعندما يقول لك إن الصحابة والتابعين هكذا فهموا الآية كأنه يقول لك إنتهى الفهم عند هذا ولكن عندما تراجع الأقوال في كتب التفاسير التي روت أقوال الصحابة والتابعين كلها بأسانيدها قد تجدوا أن هذا الرجل اعتمد على نصوص ضعيفة الأسانيد وعزا إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين رحمهم الله تعالى أقوالا هي غير ثابتة عنهم وإذا دخلت في التفسير في الأسانيد التي تروى بها الأقوال التفسيرية سواء كانت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة أو التابعين إذن أنت تخوض الآن في علم الأسانيد وكأنك دخلت في علم أصول الأسانيد وتخريجها ودراستها وهذا جزء من علم الحديث أقول نعم لأن علم التفسير لا يمكن أن ينفصل عن علوم الحديث لو نظرنا لجانب آخر في التفسير وهو مسألة أسباب النزول مثلا يأتيك إنسان ويقول نحن نفسر كتاب الله تعالى بغض النظر عن أسباب النزول ويقول لك النصوص تفهم من حيث هي بقطع الصلة عن سبب النزول لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذا كان ربط التفسير بالسبب الخاص فقط تطرفا من ناحية وقصرا للحكم على هذا السبب بعينه فهناك تطرف آخر من جانب آخر عندما يأتي إنسان ويلغي النظرة إلى سبب النزول بالكلية أرأيت كيف يكون التطرف التطرف والغلو في جانب يقابله تطرف وغلو من جانب آخر أنا أقول لا بد للتفسير من أن ينظر بعين إلى سبب النزول وأن يكون تفسير الآية غير منقطع وغير مبتوط الصلة بسبب النزول لأن سبب النزول يلقي ضوءا على فهمنا للآية وإذا دخلنا في هذه المسألة ومسألة عموم اللفظ وما علاقته بخصوص السبب إذن دخلنا في مسألة من مسائل أصول الفقه إذن ألا ترى معي أن علم التفسير هو مرتبط بأصول الفقه كذلك الجواب بلا ننظر في مسألة الأحاديث النبوية كثير من الأحاديث لا شك أنها وصلت لمرتبة الصحة ودرست أسانيدها وتبينت صحتها وكثير من الأحاديث هي ضعيفة الأسانيد ولكنني أقول لا بد من أن هناك قسما وربما يكون كبيرا هو بين بين إما إنه فيه دراسات تصحح أو تضعف ولكنها لم تصل إلى نتيجة لا أقول قطعية ولكنها قريبة بغلبة الظن هناك نتائج تحتاج لإعادة دراسة لأنها كتبت ربما على عجل ربما بغير طريقة نقدية دقيقة كالطريقة التي وضعها كبار أئمة علوم الحديث في الزمن القديم ربما وقع هناك تساهل في تطبيق تلك الطريقة وإذا كان عندنا طريقة تساهلية في التصحيح اعتمدت في القرون الأخيرة إذن ستكون النتيجة أن هذه الطريقة التساهلية أدت إلى تصحيح كثير من الروايات التي هي في حقيقة الأمر ضعيفة الأسانيد إذن لابد لنا من مراجعات دائمة كثير من الأحكام الفقهية تحتاج لمراجعة وأول ما يتبادر لأذهان كثير من الناس أن المراجعة في أحكام الفقه هي لأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وخاصة في بعض الجزئيات والمندوبات أقول إن الأمر أكثر من ذلك بكثير هناك أحكام تتعلق بأمور مالية تكلم عنها الفقهاء الأقدمون وذكروا فيها مثلا دليلا لهم من السنة هذه المسألة سيترتب عليها أمور خطيرة وكثيرة جدا جدا اليوم وستدخل في أبواب كثيرة من الاقتصاد الإسلامي ولا نستطيع أن نقيم نظاما اقتصاديا إسلاميا صحيحا إلا إذا درسنا تلك الأقوال أدلتها وإذا كان الدليل مرتبطا بحديث وظنه بعض الفقهاء صحيحا فبنى عليه أحكاما ثم تبين بعد الدراسة الدقيقة أن هذا الدليل الذي احتجوا به ضعيف الإستاذ إذن الفتوى تعدلت بل أقول إن كثيرا من الأحكام في الاقتصاد الإسلامي عقدت لأنها بنيت في رأي كثير من فقهاء المعاملات الإسلامية على حديث وتبين أن الحديث ضعيف فلا بد من الرجوع إلى المختصين في الدراسات الحديثية ليبينوا لنا أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح العلوم الشرعية واللغوية كلها بحاجة إلى إعادة دراسة وأنا لا أقول إن إعادة الدراسة ستلغي الاختلافات كلها جذريا ولكنها بالتأكيد ستقرب بين الأقوال وستقلص الفجوات بين العلماء هذا البرنامج يجيب على تساؤلات الإخوة المشاهدين ويتلقى تساؤلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على صفحته على الفيسبوك تساؤلات ورؤى فإلى تساؤلاتكم ويكون الجواب بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة